اهلا بكم الى نشعة المفصلة من الاخبار نبدأها بالعنوين في ذكرى يوم الارض تظاهرات في قرى المثلث المحتل تحت شعار اوقف العدوان على غزة وحماس تؤكد ان طفان الاقصى امتداد لمسيرة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن ارضه الاحتلال يطلق احزمة نارية شرق خان يونس ويستهدف تجمعا للمواطنين شرق مدينة غزة واشتباكات عنيفة بين المقاومة وجنود الاحتلال في مدينة الزهراء وسط القطاع هنية والنخالة يؤكدان من طهران رفضها اي مشاريع سياسية لخلق وقائع جديدة في غزة بعيدا عن ارادة الشعب الفلسطيني ومقاومته غارة اسرائيلية على الية لقوات اليونفل في جنوب لبنان والمقاومة الاسلامية تستهدف تكنة راميم بصاروخ بركان وتصيبها اصابة مباشرة واشنطن بوست تكشف عن صفقة اسلحة امريكية ضخمة لاسرائيل وشخصيات ديمقراطية تنتقد مدة الابيب بالاسلحة وتصف ذلك بالتواطئ عشية الانتخابات البلدية التركية صمت انتخابي بعد صخب المهرجانات واردغان يؤكد ان بلاده لن تتوقف عن دعم الفلسطينيين حتى يقيموا دولتهم المستقلة انه الثلاثون من اذار مارس انه يوم الارض يوم فلسطين ويوم غزة ويوم للاحتفاء بمقاومة شعب لم يوقف نضاله يوما من اجل ارضه وان كلفه ذلك الكثير في ذكرى يوم الارض تنطلق بعد قليل في قرى المثلة المحتل عرابة والسخنين ودير حنة تظاهرات تحت شعار اوقف العدوان على غزة حركة حماس اذا انشددت على اهمية طفان الاقصى كامتداد لمسيرة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن الارض والمقدسات حتى انتزاع حقوقه المشروعة واكدت في بيانها لمناسبة يوم الارض خيار المقاومة الشاملة لتحرير ارض فلسطين التاريخية وحملات الامة والاسلامية الامة العربية والاسلامية والاحرارة في كل العالم مسئولية هذا التحرير دعية الى تصعيد كل اشكال التضامن والتأييد للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومن شمال فلسطين الى جنوبها من ارض المثلث الى ارض غزة تنضم الينا زميل هناء محميد وزميل اكرم دلول اهلا بكما نبدأ معك هناء محميد حيث الفعاليات تنطلق لتطالب بوقف هذا العدوان على غزة في يوم الارض ما هي اخر التفاصيل وايضا المشهد لديك هنا نعم يارى الدعوة للمسيرة المركزية القطرية لاحياء ذكرى يوم الارض الذكرى الثامنة والاربعين لهذا اليوم الخالد كما يقول الفلسطينيون ستكون بعد الساعة عمليا وستكون في بلدة دير حنة هناك ستكون المسيرة المركزية بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجمهير العربية وهي تمثل كافة الاحزاب السياسية الفاعلة بين الفلسطينيين في اراضي الثمانية والاربعين وستكون تحت شعار واحد ووحيد مركزي هو اوقف الحرب على غزة يعني هذه المناسبة والتي لطالما احياها الفلسطينيون هنا كتأكيد على هويتهم الوطنية الفلسطينية ورفض للسياسات الاسرائيلية سياسات التمييز العنصري وسياسات الاحتلال هذه المناسبة هذا العام هي في اشد الاهمية بالنسبة للفلسطينيين كونها تأتي ايضا للمطالبة لوقف الحرب العدوانية حرب الابادة على قطاع غزة ويعني كنا شهدنا خلال الشهر هذا الشهر يعني خلال الشهر الاخير منذ مطلعه حتى اليوم عدة وقفات وعدة تظاهرات قبل اسبوع كانت هناك تظاهر ايضا تحت شعار مماثل لوقف الحرب والعدوان والتهجير في قطاع غزة كانت في بلدة مجد الكروم ايضا في الجليل وقبل ذلك كانت هناك تظاهر اخرى في بلدة كفركنة ايضا في الجليل وكفركنة هي واحدة من البلدات الفلسطينية التي قدمت الشهداء في يوم الارض كان هناك ستة شهداء هذا اليوم هو يوم نضالي بامتياز لان الفلسطينيين قرروا فيه المواجهة مع المؤسسة الاسرائيلية مع السلطات الاسرائيلية واعلنوا الاضراب لاول مرة بعد النكبة يعني كان هناك قرار جمعي طبعا سياسي بقيادة من القيادات السياسية الوطنية التي كانت فاعلة في ذلك الوقت ولجنة الدفاع عن الاراضي وكان هناك قرار بالاضراب العام والشامل لأول مرة منذ العام 48 وكان هناك التزام تام بهذا الاضراب وقرار بالمواجهة مع السلطات الاسرائيلية وبالتالي كان هناك ست شهداء إضافة إلى مئات من المعتقلين نتيجة هذا اليوم النضالي وكان رفضا لسياسة مصادرة الاراضي في الجليل واستطاع الفلسطينيون وقتها أن يستعيدوا هذه الاراضي وأن يفشلوا هذا المخطط واكتسب هذا اليوم يعني إضافة إلى أنه يوم مواجهة ويعني أحرز الثمار عمليا من خلال هذه المواجهة المباشرة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي اكتسب أيضا بعدا وطنيا عاما وشموليا بالنسبة للفلسطينيين ولأول مرة لربما يعني بات العالم العربي أيضا على تماس مع حقيقة هوية الفلسطينيين في الداخل بعد النكب الذين عزلوا تماما عن باقي الشعب الفلسطيني يرى فقط دعيني أيضا يعني أنوه إلى أننا نحن الآن نقف عند النصب التذكاري اليوم الأرض الخلد والذي يحمل أسماء الشهداء وهناك عبارة مهمة جدا في هذا النصب تقول استشهدوا لنحيا فهم أحياء يعني دعيني سريعا أيضا أشير إلى أنه في العام 2018 انطلقت تظاهرات ومسيرات العودة في قطاع غزة المحاصر مطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة واختير هذا اليوم لانطلاق هذه المسيرات وهذا كله يعني كل هذا يعني المشهد المتكامل هو يؤكد هوية الشعب الفلسطيني الموحدة والتحام الشعب الفلسطيني بقضيته ويعني فشل كل مخططات وسياسات تجزئته يارا نعم ابقي معنا هنا أكرم بالفعل يعني هذا العام تمر ذكرى يوم الأرض في ظروف استثنائية يعيشها أهالي قطاع غزة بين من فقد الأحبة من فقد منزله بين النزوح والعدوان المستمر لستة أشهر كيف يعيش اليوم أهالي قطاع غزة وفي هذه الذكرى الاستثنائية ليوم الأرض يعني الأرض بالنسبة للفلسطينيين بشكل عام يارا هي تمثل ثابتا مقدسا وهم قدموا كل ما يملكون من أجل الدفاع عنها والذود عن يعني كرامتهم وبتأكيد كما عشارت الزميلة هنا أن الثلاثين من مارس أذار من العام الفين وثمانية عشر كان يوما مفصليا ويعني حافلا من نسبة لأهالي غزة على وجه الخصوص الاعتبار أنها كانت منطلقا لمسيرات العودة وكسر الحصار هذه المسيرات التي قدم فيها الفلسطينيون في غزة عشرات الألاف بين شهيد وجريح هؤلاء الفلسطينيون في هذه الحرب يعيشون ظروفا قاسية والستثنائية لكن بالتأكيد هم مدركون بأن طريق التحرير طويل ويحتاج منهم إلى تضحية جسام وأن كل ما يقدمونه لا يرقى لمسوى فلسطين وكذلك القدس عروس فلسطين هذه القبلة الأولى للمسلمين التي يدافع عنها اليوم أهالي قطع غزة وأهالي فلسطين بشكل عام هي مبعث فخر للجميع وبالتالي نستطيع القول بالفعل أن يوم الأرض أو ذكرى يوم الأرض في هذا العام هي ذكرى أليمة ولكنها في ذات الوقت تجدد الأمل لدى نفوس وقلوب الفلسطينيين لا سيما في قطع غزة بأن يوم الحرية قريب خاصة وأن مشروع التحرر لأي بلد كان من أي احتلال يحتاج إلى طريق طويل يحتاج إلى تضحية جسام والفلسطينيون بالتأكيد يسيرون على هذا الطريق الفلسطينيون في غزة اليوم على مدار الساعة يدفعون ثمنا من دمهم ودمي أطفالهم ومعاناتهم ليؤكدوا للعالم أنهم باقون على هذه الأرض وأنهم سيبقون عصيون على الانكسار طال الزمان قصر وأن فلسطين في نهاية المطاب ستعود لأهلها وأصحابها مهما غلأ الطغاء والغزاء وأن فلسطين ستبقى بالفعل مقبرة لكل الغزاء وهذا ما أكدته كل معطيات ووقائع التاريخ نعم أكرم تايب فيما يتعلق أيضا في التطورات الميدانية والتطورات على المستوى الصحي والإنساني لهذا اليوم لو تضعنا أيضا في تفاصيلها التطورات بالتأكيد ما زالت هنا تغلي على صفيح ساخن يارا سبع مجازر ارتكبها لاحتلال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هذه المجازر حصدت أرواح أكثر من سبعين شهيد فلسطيني العدد الأكبر منهم من النساء والأطفال نستطيع القول أن هناك عشرات الغارات الإسرائيلية تزامنا مع قصف مدفعي ينفذه جيش الاحتلال استهدفت هذه الغارات والقصف المدفعي كل محافظات قطع غزة سواء في رفح أو في خان يونس التي شهدت النصيب الأكبر من هذه الغارات والتي كانت عبارة عن أحزمة نارية سمرت حتى قبل قليل أو في المنطقة الوسطى ومدينة غزة التي تتعرض إلى القصف المدفعي وكذلك يتعرض فيها مجمع أشفاء الطبي لمزيد من الغارات وعمليات القتل بحق المواطنين المدنيين العزل كل المحافظات إذن ورد للاستهداف والقصف الإسرائيلي وكذلك نستطيع القول بأن هناك معارك كبيرة لا زالت تخوضها المقاومة الفلسطينية التي تسد ضربات نوعية وقوية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت آخر تلك العمليات التي أعلنت عنها كتاب القسام في وسط مدينة خانيونس بعدما أشارت إلى تدميرها لآلية عسكرية إسرائيلية تحديدا دبابة من نوع مركافة باستخدام إحدى العبوات المتفجرة الكبيرة الأمر الذي أدى إلى قاع هذه القوة بين قتيل وجريح وبالتأكيد هبطت ثلاث مروحيات عسكرية إسرائيلية وسط مدينة خانيونس لنقل ربما القتلى والجرحى هذا ما أكدته كتاب القسام وبالمناسبة خلال الساعات الماضية المعارك لا تتوقف في مدينة خانيونس حديدا في غربها حيث يعني عادت قوات الاحتلال التوغل في هذا المكان كذا الأمر تماما بالنسبة لبعض المناطق الأخرى في غزة في المنطقة الوسطى شرقا هناك اشتباكات شرق البرج والمغازي وأيضا في مدينة غزة محيط مجمع الشفاء الطبي ما زالت فيه المعارك ضارية وطاحنة بين المقاومة وقوات الاحتلال كل الشكر لك أكرم دلول مراسل الميادين كنت معنا من جنوب قطاع غزة من رفح وشكرا جزيلا لك هنا محميد كنت معنا من سخنين من المثلث المحتل وإلى جنوب لبنان حيث استهدفت غارة إسرائيلية ألية لقوات اليونيفل مراسل الميادين أفاد بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت آلية لقوات اليونيفل خلال دورية لها في بلد الترميش ما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد القوة هم من الجنسية النرويجية والشيلية والإسبانية إضافة إلى مترجم لبناني إلى جبهات الإسناد حيث أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفها ثكنة رميم بصاروخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة المقاومة الإسلامية استهدفت فجر تحرك لجنود الاحتلال وآلياته العسكرية داخل موقع الملكي وفي محيطه بالأسلحة الصاروخية وأوقع إصابات مؤكدة وبثت المقاومة الإسلامية مشاهدة من عملية استهداف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي لمستوطنة أفيفيم عند الحدود اللبنانية الفلسطينية ومن جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة الميدين فاطمة فتوني أهلا بك فاطمة يعني لو تضعين في آخر المستجدات خاصة بعد هذا التطور باستهداف مسيرة إسرائيلية آلية لقوات اليونيفل خلال دورية في بلدة ترميش وإصابة ثلاثة من أفراد القوى من الجنسية النرويجية والتشيلية والأسترالية ما هي آخر المستجدات على جبهة جنوب لبنان؟ نعم نعم يارى آخر التطورات الميدانية كما ذكرت يعني استهداف مسيرة إسرائيلية لألية تابعة لقوات اليونيفل في منطقة وادي قطمون على أطراف بلدة أرميش حيث يعني هذه السيارة كانت تضم ثلاثة مراقبين دوليين ومترجم لبناني أصيبوا بجراح بعد أن ترجلوا مباشرة من سيارتهم التي كانت تحمل شارة الأمم المتحدة بهدف تفقد خط الهدنة في استهداف واضح ومباشر لهذه السيارة طبعا يارى الاحتلال حاول أن يتهرب من هذه الجريمة وينفي كعادته إلا أن تحقيقات على الأرض أكدت أن المسيرة هي التي أصابت هذه السيارة كما كنا نتابع المعلومات والمعطيات من هذه البلدة وفيما يخص الوضع الميداني هنا في القطاع الغربي قبل قليل سمعت أصوات قذائف مدفعية باتجاه أطراف طير حرفة وأيضا سمعت أصوات رشقات صاروخية باتجاه الجليل الغربي أيضا استكمالا في الجولة التي نقوم بها وبشكل سريع يارى هنا في جنوب لبنان نحن الآن وصلنا إلى بلدة المنصوري هذه البلدة التي تعرضت أطرافها لاعتداءات إسرائيلية متكررة كنا نتفقد المزارعين هنا في هذه المنطقة بطبيعة الحال سنقوم بإجراء مقابلات معهم ونقف عند أرائهم ومواقفهم كما حال كل الأهالي الصامدون هنا في هذه البلدة كنا نتحدث عن هذه البلدات التي تعرضت أطرافها لاعتداءات إسرائيلية ولكن على الرغم من ذلك لا يزال أهلها صامدون فيها إذن يارى سنكون معكم اليوم أيضا من بلدة المنصورية في جولة سنقوم بها في القطاع الغربي نعم يارى شكرا جزيلا لك فاطمة فتوني مراسلة الميادين كنت معنا من جنوب لبنان أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخل لأن نجاح أي مفاوضات غير مباشرة يعتمد على محددات أساسية هي وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من كل قطاع غزة وعودة النازحين وإدخال المساعدات مع تبادل للأسرة وخلال لقاء جمع وفدي الجهاد الإسلامي وحركة حماس في طهران أكد الجانبان رفض أي مشاريع سياسية أو خطوة من شأنها خلق وقائع جديدة في غزة بعيدة عن إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته وشدد على أن أي خطوة يجب أن تكون نتاجا للإجماع الوطني الكامل هذا ويواصل وفد حماس وحركة الجهاد الإسلامي لقاءاتهما بالمسؤولين الإيرانيين في طهران بجدول أعمال مكثف وكل أروقة الدولة السياسية والعسكرية والأمنية تفتح دوائر المحادثات بشأن خيار واحد دعم المقاومة بكل السبل والوسائل مالحمة التوفان الأقصى حطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر وحماية فلسطين تمثل استراتيجية ثابتة لسياسة إيران الخارجية هذا ما أكده قائد هيئة الأركان المصلحة الإيرانية الجنرال محمد باغري خلال لقائه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لقاء ربما يكسر التقاليد المتعارفة عليها في المؤسسة العسكرية الإيرانية فرئاسة الأركان عادة ما تحصر لقاءاتها مع نزرائها العسكريين من خارج البلاد تطورات اشتباكات غزة والمنطقة وصلت إلى نقطة حساسة حيث تتطلب صفعة جديدة على وجه الكيان الصيوني وداعمه ما يعني تعزيز الردع في الخطاب الإستراتيجي هو لقاء جرى أيضا بحضور شخصية بارسة من المؤسسة العسكرية الإيرانية المعنية بالملف الفلسطيني كمسؤول العلاقات مع الفصائل الفلسطينية في حرس الثورة هنية يقول أنه لا يمكن أن تنسى المقاومة أبدا جهود الشهيد قاسم سليماني لسماع صرخات المستضعفين في العالم مشهدية تقول بوضوح لقضية فلسطين ومكانة مقاومتها هيكليتها الخاصة وأدبياتها المختلفة هكذا توحي الإشارات الصادرة من لقاءات تهران الفلسطينية هو التنسيق يجري على عالى مستوى وعلى كل سعيد استعدادا للمرحلة المقبلة مع الاستدام المتكرر لمحاولة التحدأة بعقبات تضعها إسرائيل في رفض الانسحاب من قطاع غزة وعراغيل أخرى بشأن الوقف الدائم لإطلاق النار وقيود على عودة النازحين إلى أماكن سكناهم في خدم معركة كبدت إسرائيل خسائر لا يمكن ترميمها تؤكد تهران لقادة الفصائل الفلسطينية أنها ستبقى إلى جانب القضية على كافة المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية وأن لا تراجع عن هذا الخيار سياوش فاللحبور طهران الميادين كشفت وسائل أعلام إسرائيلية وزير الأمن يواف جالنت أبلغى رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو عن وجود تقدم ملموس نحو إنشاء قوة متعددة الجنسيات تتمركز في غزة في عملية بقيادة واشنطن وزير الأمن أطلع نتنياهو على وجود تقدم مهم لإدخال قوة دولية من دول عربية إلى غزة من أجل توزيع المساعدات الإنسانية ونقلها وحمايتها يجري الحديث عن ثلاث دول عربية وأنا أستطيع أن أقول إنها ليست قطر ولا السعودية إذن قم بالحساب وحدك والأمر المهم الآخر هو أنها ستعمل مع غزيين ليسوا من حماس وقد يكونون محسوبين على فتح هذه العملية ستقودها واشنطن وغالنت تحدث بخصوص هذا خلال لقاءته في الولايات المتحدة وبقي التواقم عمل الاتفاق على التفاصيل من ناحية الأمريكيين هذا جزء من اليوم التالي وقد تصادم أمس غالنت ونتنياهو في الكابينت بخصوص هذا الموضوع في سياق متصل نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي كبير أن مسؤولين عسكريين وأمنيين إسرائيليين أجروا نقاشات مع ممثلين عن ثلاث دول عربية حول حضور قوة عربية في غزة لفترة انتقالية محدودة وشملت المناقشات زيارات مسؤولين إسرائيليين إلى هذه الدول أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي كبير أن مصر هي الدولة الرئيسية التي تدرس الفكرة لكن على الجانب الآخر قال مسؤول عربي من إحدى الدول المعنية أن غالنت ساء فهم الموقف العربي وأن الدول العربية ليست مستعدة لإرسال قوات لتأمين قوافل المساعدات في الوقت الحالي لكنها قد تفكر في إرسال قوات للمشاركة في قوة حفظ السلام بعد الحرب الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أن واشنطن تعمل مع الشركاء لإقرار وقف فوري لإطلاق النار يستمر ستة أسابيع على الأقل كما تعمل وليكون أكثر ديمومة بايدن أكد ضرورة الحفاظ على مساحة للسلام من أجل حل الدولتين كما قال أن واشنطن تركز على ضمان الحفاظ على الهدوء واستعادته في الدول المجاورة بما في ذلك لبنان صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر سرا لإرسال قنابل ومقاتلات بمليارات الدولارات إلى إسرائيل ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في البنتاجون أن مجموعات الأسلحة الجديدة تشمل قنابل من طراز ام كي وطائرات مقاتلة ومحركات من طراز اف خمسة وثلاثين بقيمة مليارين ونصف مليار دولار وأشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا استمرار واشنطن في دعم إسرائيل وعدم إخضاع المساعدات لأي شروط السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز انتقد إرسال الأسلحة إلى إسرائيل وقال لا يمكن استجداء نتنياه للتوقف عن قصف المدنيين وفي اليوم التالي نرسل له آلاف القنابل ودعا إلى إنهاء التواطئ مع إسرائيل معتبرا أنه من المقزز تزويدها بقنابل تسوي المبانية بالأرض من جهته قال السيناتور الديمقراطي جيف ميركيلي أنه لا يمكن لإدارة بايدن الدعوة لإيصال المساعدات إلى غزة فيما ترسل الأسلحة التي تستخدمها حكومة بن يمين نتنياهو لقتل الفلسطينيين الأبرياء بشكل عشوائي وفي الضفة الغربية استشهد فجر اليوم فتم برصاص الاحتلال وأصيب أخرون خلال اقتحام قوة الاحتلال الإسرائيلي لبلدة قباطية جنوبية جنين في الضفة الغربية المحتلة وتصدت المقاومة الفلسطينية القوات التي اقتحمت البلدة حيث أكدت كتائب شهداء الأقصى خوضها اشتباكات ضارية خلال عمليات التصدي فيما احتجزت قوة الاحتلال مركبة إسعاف في البلدة واقتحمت مدينة قلقيليا وعددا من المدن الأخرى شكرا توافدت أعداد غفيرة من المصلين لتأدية صلاة فجر يوم السبت في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال القمعية ومع انتهاء الصلاة تجمع الألاق في بحات المسجد الأقصى حيث رددوه تفاتل دائما للمقاومة الفلسطينية ونشير للعاجل أسفل شاشة الميادين إذن وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدواني على قطاع غزة إلى 32705 شهداء و75190 جريح لليوم السادس على التوالي وتحت عنوان الأرض لنا والمقاومة خيارنا للتحرير خرجت في العاصمة الأردنية عمان تظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية تنديدا بجرائم الاحتلال في غزة وللمطالبة بوقف العدوان وقطع جميع العلاقات مع إسرائيل لنا شهيد محيط سفارة إسرائيل محاصر بأمر من الشعب الأردني الذي خرج محتجا على عدوان غزة ومطالبا بوقفه وبرفع الحصار عن القطاع وقطع كل العلاقات مع الاحتلال لن نسمح بعودة السفير الصهيوني على الأرض الأردنية مطالبنا إسقاط اتفاقية وادي عربة منع كل اتفاقيات وإلغاء كل اتفاقيات الذل والهوان مع العدو الصهيوني مطالبنا بأنه يتوقف الجسر البري أولا توقف نزيد المساعدات الإنسانية ونحاول قدر الإمكان بأنه نتحرك لأنه يكفينا الصمت ويكفينا ذل يكفينا عار يكفينا ذل يكفينا عار بالسلام اللي عمدنا مع إسرائيل هذول يهود لا يصلح معهم لا سلام ولا لهم عهود على مر العصور غزة والمقاومة على مدى رقعتها الجغرافية في قلوب الأردنيين الذين لا يعرفون الكللة أو المللة في الدفاع عنها ونصرة كل من يقف في وجه إسرائيل المقاومة بكل تلوينها المقاومة الشريفة والباسلة في لبنان المقاومة العروبية في اليمن المقاومة في العراق في سوريا مقاومة الشعب الأردني من حيازه الكامل مع القضية الفلسطينية أعتقد ما يجري غزة بحجمه الصغير غزة ستغير العالم نحن اليوم موجودين لنساند الأخوة في اليمن الذين يحاصرون البحر الأحمر نحن الشعب الأردني اليوم أجا يحكي كلمته أيضا ويحاصر السفارة الصهيونية أنا بس والله أحب أوجه تحية من قلب عمان لأسياد البحر الأحمر الأخوة في أنصار الله والجيش اليمني وألف تحية من قلب عمان لهم كلهم جميعا الأرض لنا والمقاومة خيارنا للتحرير شعار اليوم السادس من حصار السفارة التي بات إغلاقها هدفا وجبهة من جبهات الحرب حصار السفارة سيتواصل ما دامت غزة تحت نار العدوان يقول المتظاهرون ويؤكدون أن حصار السفارة هو مجرد خطوة أولى على طريق إغلاقها وقطع جميع العلاقات مع إسرائيل مجددين دعمهم للمقاومة لأنها السبيل الوحيد لتحرير فلسطين لانا شاهين عمان آما يدين أكدت الشبكات التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع أن المقاومة الفلسطينية انتصرت من خلال ملحمة السابع من أكتوبر في وقف مسار التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وخلال ندوة سياسية بعنوان توفان الأقصى والعزلة الدولية للكيان الصهيوني المحتل أضافت الشبكة أن المقاومة أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث في العالم وفضحت الوجهة الدموية للعدو ومن يدعمه مؤكدة أن النصر الذي حققته المقاومة عزل الكيان الغاصب أمام شعوب العالم الحر توفان الأقصى حسمت المعركة في اعتقادنا حسمت المعركة مع العدو الصهيوني استراتيجيا نحن هزمنا العدو الصهيوني المقاومة في فلسطين والمقاومة بإسناد المقاومة في لبنان والمقاومة في العراق والمقاومة في اليمن حسمت استراتيجينا المعركة لصالح هذه الأمة ولصالح فلسطين كل فلسطين من البحر إلى النحر ومن الجنوب إلى الجنوب توفان الأقصى قال بسورة كان هناك تيار للتطبيع يشتاح أمتنا ولكن توفان الأقصى حول الأمر فانحسر التطبيع وشهد الكيان الصهيوني عزلة غير مسبوقة في تاريخه اليوم المقاومة الفلسطينية تقود حالة من النهوذ العالمي شعاره الأساسي العدالة للفلسطينيين شرف أن يعيدوا للإنسانية روحها المعنوية الحقيقية تظاهر عشرات الباكستانيين في مدينة كاراتشي احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحمل المتظاهرون اللفتات والملسقات التي تدعو إلى إنهاء العدوان على القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية وأشعلوا مصابيح وهدفوا بالحرية لفلسطين ووصفوا إسرائيل بالكيان غير الشر أشعر بخيبة أمل تجاه الدول الإسلامية هناك دول إسلامية كثيرة لم ترفع صوتها ضد ما يحدث وفي الواقع المملكة العربية السعودية تساعد في القصف إسرائيل دولة غير شرعية لقد احتلت فلسطين وعلينا جميعا أن نقف بحزما ضد الاحتلال الإسرائيلي يجب أن نتحدث عن ذلك فلسطين للفلسطينيين لا للإسرائيليين اعتقلت الشرطة الماليزية مسلحا في فندق في كوالا لمبور يشتبه في أنه جاسوس إسرائيلي وفي مؤتمر صحفي قال قائد الشرطة أن المشتبه فيه وصل إلى مطار كوالا لمبور الدولي قادما من الإمارات في الثاني عشر من آذار مارس مستخدما جواز سفر فرنسيا مزيفا وبحوزته ستة مسدسات ومئتي رصاصة وأضاف أنه سلم جواز سفر إسرائيليا بعد استجواب الشرطة له لفتا إلى أن التحقيق جارا في احتمال أن يكون الإسرائيلي المعتقل عضوا في الموساد بعد التشكيك بروايته أنه دخل البلاد لمطاردة وقتل مواطن إسرائيليا بسبب نزاع عائلي دخلت تركيا في الصمت الانتخابي عشية الانتخابات البلدية التي يتنافس فيها ألف وثلاثة وخمسون مرشحا يمثلون أربعة وثلاثين حزبا وأتت مركز المنافسة بين حزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري للفوز في 81 محافظة وينصب الاهتمام على مدينة إسطنبول باعتبارها أهم مدينة في البلاد وهي تشهد معركة شارسة بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم على منصب رئاسة البلدية وعشية الصمت الانتخابي أكد الرئيس التركي رجب طيب أردغان أن بلاده لن تتوقف حتى ينال الفلسطينيون حريتهم ويقيم دولتهم المستقلة وفي كلمة لدى مشاركته في تجمع جماهيري لأنصار تحالف الجمهور في منطقة سنجاق تبا بإسطنبول شدد أردغان على أن تركيا تبذل جهودا مكثفة لزيادة الضغط على إسرائيل بعد قرار مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار في قطاع فسا أكد وزير الخارجية التركي حاكم فيدان أن تركيا قطعت خطوات كبيرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية ووصلت إلى مستوى غير مسبوق في النجاح وقال فيدان خلال كلمة في تجمع عالم الأعمال في إزمير أن هدفنا الرئيسي هو إحلال السلام والأمن والاستقرار في محيطنا وهذا هو أحد الأهداف الأساسية لسياساتنا الخارجية ومع ذلك يمكن لدول كبيرة وقوية مثل تركيا أن تتحمل هذه المسؤولية وينضم إلينا مفاد الميادين إلى تركيا علي مرتضى من اسطنبول ومعنا أيضا من قونيا في وسط الأناظون مدير مكتب الميادين في تركيا عمر كايد أهلا بكم أريد أن أبدأ معك علي وأسألك كيف تبدو الأوضاع والمشهد والأجواء في اسطنبول مع دخولها مرحلة الصمت الانتخابي يعني تدخل البلاد الصمت الانتخابي تتوقف الحملات الانتخابية والحفلات الانتخابية طبعا هذه الحملات وبحد ذاتها والتجمعات الانتخابية يعني كانت بشكل عام محدودة الأثر السياسي لسيما بأن التراشق السياسي خلال الانتخابات البلدية كان متركزا أكثر فأكثر على الأمور المحلية والداخلية والخدماتية ولم يصل إلى مستوى ذروة بالتراشق السياسي لا سيما بأن الأمور ولا سيما بإسطنبول يعني غير مفهومة النتيجة ولكنها صعبة لمعرفة ما هي نتيجتها خلال يوم غد الأحد لا سيما مع تحضيرات أهمة للغاية انتهت منها الحكومة عبر تأمين مراكز الاقتراع وتحويل رجال الأمن لتأمين عملية الاقتراع في عموم تركيا وكذلك في إسطنبول كذلك تركيز الحزبين الرئيسيين العدالة والتانوية والحزب الجمهوري على مدينة إسطنبول خلال حملاتهم الانتخابية كانت تركيز أكثره عن الزلزال ماذا سيفعل الرئيس إذا ما وصل إلى البلدية بخصوص الزلزال ولسيما في مدينة إسطنبول لأن إسطنبول يعني أكثر من يتحدث بالزلزال اليوم لسيما مع حديث الخبراء بأنها بالإمكان أن تتعرض لا سمح الله لزلزال قد يؤدي إلى عواقب لا تحمد عقباها وبالتالي هذا الموضوع كان عنصر في الحملات الانتخابية العنصر الآخر كانت الاقتصاد التطوير العمراني في مدينة إسطنبول ولكن أيضا كان هناك تدخل لغزة بشكل كبير للغاية والملف الخارجي الوحيد الذي كان له تأثير للانتخابات البلدية كل هذه الملفات دخلت ضمن الحملات الانتخابية اليوم المواطن التركي أخذ ما يريد أن يأخذه الجرعات التي يحتاج للتحديد أين سوف يذهب تصويته وبدأ الأمر ترك بين يدي المواطنين حتى يوم غد أقله تفتح صندوق الاقتراع عند الساعة الثامنة وتقفل عند الساعة الرابعة مع مراعاة فالتوقيت طبعا مع بعض الولايات التركية ولكن غدا يبقى الموضوع والقرار بيد الشعبات التركية إما يبقى مرشح الحزب الجمهوري في سدة رئاسة بلدية إسطنبول وإما يدخل مراد كوروم ويعيد ما كان للعدالة والتنمية قبل عام 2019 نعم علي عمر يعني الرئيس التركي رجب طيب أردغان هو من قاد الحملة الانتخابية للعدالة والتنمية بنفسه لماذا؟ نعم الرئيس رجب طيب أردغان يلاحظ أنه هو من يقوم هو الرجل الأول الذي يقوم بالحملات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية لماذا؟ وهو الرئيس التركي لعدة أسباب السبب الأول أنها آخر معركة انتخابية للرئيس رجب طيب أردغان كما أعلن هو بنفسه وهو يريد أن يختم حياته السياسية بفوز في هذه الانتخابات بعد أن فاز في الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية التي حدثت في أيار مايو الماضي الأمر الثاني إسطنبول تمثل مكانة خاصة لرجب طيب أردغان خاصة وإسطنبول طبعا هي أم المعارك كما ذكر الزميل علي مرتضة فرجب طيب أردغان درس في مدارس إسطنبول وترارع في أزقتها وهو من ساهم في نقلها من حال إلى حال آخر وهي كانت الحصان الذي ركب عليه رجب طيب أردغان للوصول إلى سدة السلطة لأكثر من عشرين عاما وليحكم البلاد هو وحزبه لأكثر من عشرين عاما الأمر الثالث أن المنافس الأكبر للرئيس رجب طيب أردغان ولحزب العدالة والتنمية الآن هو أكرم إمام أوغلو وكان هناك خلاف بين الطاولة السويداسية نتذكر حين انسحبت ميرال أكشنار بسبب إصرار كمالك لجدار أوغلو على الترشح بينما كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن أكرم إمام أوغلو هو يحظى بشعبية أكبر وأن استطلاعات الرأي تؤكد أنه المنافس الأقوى لرجب طيب أردغان لكن كمالك لجدار أوغلو كان مصر على أن يخوض الانتخابات الرئاسية بنفسه وخسر الآن بقي كمالك أكرم إمام أوغلو الذي فاز وانتزع رئاسة بلدية إسطنبول عام 2019 من حزب العدالة والتنمية يريد الرئيس رجب طيب أردغان أن يوجه ضربة قوية لأكرم إمام أوغلو ويقطع الطريق أمامه وإذا ما خسر أكرم إمام أوغلو في انتخابات إسطنبول من المؤكد أنه لن يكون مرشحا للرئاسة لأنه خسر هذه الانتخابات وإذا ما فاز على الأرجح أنه سيكون مرشح للرئاسة وسيفوز برئاسة تركيا فإذا هذه معركة إذا أردنا أن نختصر هي معركة رئاسية مصغرة بين رجب طيب أردغان وبين أكرم إمام أوغلو نعم كل الشكر لك عمر كايد مدير مكتب الميادين كنت في تركيا كنت معنا من قنية وسط الأناظول وأيضا شكرا جزيلا لك علي مرتضى مفد الميادين إلى إسطنبول كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي عن أن رد الفاعل الأمريكي على هجمات منشأة الطاقة الروسية لم يكن إيجابيا وأوضح أن كييف تستخدم مسيراتها للمسيرات الغربية لتنفيذ الحجمات وقال زيلنسكي لصحيفة واشنطن بوست أن تأخير الكونغرس في الموافقة على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار كان مكلفا بالنسبة لأوكرانيا وطالب الكونغرس بإعطاء كييف الأسلحة محذرا من تصعيد الهجمات المضادة على المطارات الروسية ومنشأة الطاقة والأهداف الاستراتيجية الأخرى وخلص الرئيس الأوكراني إلى أن خيارات كييف تعتمد على ما سيقرره الكونغرس حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك من أن أوروبا تمر بفترة ما قبل الحرب وفي حوار مع وسائل إعلام أوروبية قال إن النزاع في أوكرانيا قبل أكثر من عامين كان بمثابة إعلان عن حقبة جديدة من الحرب في أوروبا وعبر عن قلق شديد من أن أي سيناريو يعتبر ممكن بالمعنى الحرفي وأحث القادة الأوروبيين على تعزيز دفاعاتهم والتوجه نحو تحقيق اكتفاء ذاتي عسكري بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية للمسجد الأقصى المبارك أبواب عديدة بعضها مفتوح والبعض الآخر مغلق الزميلة هنا محمي تأخذنا في جولة ميدانية لتعرف إلى أهم هذه الأبواب في القدس المعتلة أبواب المسجد الأقصى المبارك تحولت في السنوات الأخيرة إلى محور مراقبة عسكري معزز بعناصر الشرطة وحرس الحدود والكاميرات باب الأصباط ويقع في الجهة الشمالية الشرقية للأقصى ويكتظ في أيام الجمعة وفي الأعياد بآلاف المصلين الذين ينالون قصة كبيرا من تضييقات الاحتلال خاصة في رمضان في الجهة الشمالية ثلاثة أبواب أخرى هي حطة والملك فيصل وباب الغوانم في الزاوية الغربية الشمالية وللحرم أربع أبواب مغلقة يعود شكلها الحالي إلى العصر الأموي لربما أشهرها هو الباب الذهبي أو باب الرحمة والذي يخطط المستوطنون إلى فتحه وتحويل المصلة فيه إلى كنيس لهم أما باب المغاربة في حائط البراق فقد استولى الاحتلال على مفاتيحه بعد احتلال العام 67 وأحكم السيطرة عليه ومنه يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى ومن هذا الباب باب السلسلة في الحائط الغربي كذلك للأقصى يخرجون بعد انتهاء جولتهم في الجهة الغربية للأقصى ستة أبواب يدخل المسلمون من خمسة منها إضافة إلى باب السلسلة يعد باب القطانين هذا أجملها من الناحية المعمارية فضلا عن باب المجلس أو الناظر وكذلك بابي الحديد والمطهرة هنا محميد القدس المحتلة الميادين لم تمنع الاعتداءات الإسرائيلية المزارع اللبناني إبراهيم عبد المنعم من بلدة عيترون الحدودية في جنوب لبنان من متابعة حياته بصورة طبيعية فهو يواصل عمله في الأرض ويزرع التبغى على مقربة من موقع الملكي الإسرائيلي الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوب لبنان لم تمنع مزارع التبغ في بلدة عيترون الحدودية مع فلسطين المحتلة من البدء بالإعداد لموسم زراعة التبغى التي تعتبر نبتة الصمود لدى كثير من الجنوبيين وتبعث برسالة منهم على الصمود والثبات في أرضهم دم الزكية لجبلته الطراب أنبتته النبتي عزه قرامي الشهيد على أبوعة راسنا من فوق فلهذا الثامن اللي ندفع اللي لازم نحن نزرع عشان تتبغ تنبي تغصبنا عن العالم كله وبشنه وبعيترونه لما بشوف الوليدي بضعف فبتطلع بمنظرتين بشوف الوليدي غزة وأهل غزة بتقول بعنا نحن بقى الفخير وإن شاء الله نظلنا وقفين جانبون وبألف خير كلمات قالها هذا المزارع من أمام موقع للاحتلال الإسرائيلي تؤكد ثبات الجنوبيين في أرضهم وتعلقهم فيها وتشرح معنى أن يكون الإنسان حراً في أرضه من دون الاكتراث لوجود محتل على الضفة المقابلة عم نحكيكم عن الشريط عن الشريط عم نحكيكم وراح نظلنا لنا بقى الشريط وراح نزرع وراح تم بتها السمرة غشباً عن اللي بيقول لا هي صامتة برينا نظم الله أبديش لحشير أرضها ومتوا عشتاً ثويتهم عدي ما حديش محالة لأنه أنا شريطهم بجاً من قلبي وزرع دخانه واشري أرض بلقى بيتهم مدمر إنهم مدمر منقعد إليه وأبديش روش ما رح نترك بيتنا وأرضنا لأنه نحنا تعبنا بهالأرض وإحنا اشترينا هذه الأرض نشفيها بالدولارات بس المرة ندفعها أداما مش رح نتركها لو مهما كلفنا الثمن إذا أروحنا مش متكيل على الله من الكادحين في الحقول والمنغرسين في أرضهم وعلى حدود وطنهم مشهد يؤكد ثبات أصحاب الأرض في حقولهم ليكون شاهداً على شتلة صمودهم فاطمة فتوني عيتارون جنوب لبنان الميادين إلى هنا تنتين نشر المزيد من الأخبار والتقارير تجدونها على صفحات الميادين على الانترنت باللغة العربية والإنجليزية والإسبانية شكراً على المتابعة وإلى اللقاء